تسأل تقول يعني هل يجوز لمس الماء وأنا جنوب أخت أمت الله من سوريا بالنسبة للجنوب ليس بنجس وإنما طاهر فبدن الجنوب طاهر وليس بنجس ولذلك في الصيحي من حديث أبي هريرة أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام في طريق يقول أبو هريرة ثم انخنست يعني ذهبت خفية من دون أن يشعر بي النبي عليه الصلاة والسلام فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فعاد إليه فقال أين كنت فقال يا رسول كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك أو كما قال فقال سبحان الله المسلم لا ينجس المسلم لا ينجس ولذلك أخت الفاضلة الجنوب طاهر بدن الجنوب طاهر الجنوب الآن يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يقرأ الكتب وأن يلمس الماء وأن المرأة تطبخ مثلا طاهر ومن ذلك لمس الماء فلو لمست الماء ما تنجس الماء أهم شيء اليد ما فيها نجاس هذا أهم شيء أما لمس الماء الجنوب يلمس الماء الماء طاهر ولله الحمد والمن ترجمة نانسي قنقر